المساعدة التوكسوجينيستي اللي هو الاندو توكسين والأكزوتوكسين جزء بسيط كلش واضح وحلو وسلس السموم السموم عندك اندو توكسين و اكزوتوكسين الاندو توكسين تفرزها قرام نقدف بكتيريا الاندو توكسين بينما الاندو توكسين نجي نبلج بالاندو توكسين الاندو توكسين الاندو توكسين منين يطلع هذا؟ انه يطلع منين من السيل والايبوبوليساكرايد الال بي اس الموجود بالقرام نقدف بكتيريا الاندو توكسين من السيل ليس بصورة فعالة داخل الخلية انه خلية من تموت يطلع لهذا الاندو توكسين جيد من التعليف يقول لك الاندو توكسين من التعليف اندو توكسين من التعليف اندو توكسين يسبب لك حمى وشوك وممكن يسبب لك مشاكل بالكلية وهذا الاندو توكسين مشاكل في يورين ايضا راح نجنسوا هادفين ايضا ايضا بيواجيك 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 ايضا 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 انتراليوكين واحد انتراليوكين واحد انتراليوكين واحد انتراليوكين واحد هذا شكله على الحرارة انتراليوكين كم بيواجيك سيذهب للهيبوثalamus ويقوم بالحرارة يصير معك فضاء وبالتالي أقام بحيبوثلامي سيطرة من درجة حرارة مع الجسم وبالتالي سيطرة اضغط الضبط في الدرجة حرارة إضافة الوقتية ها حلو بالبازو يحدث كيف تصل بتقليل هكذا اركهز وهي أعمد حجمة يختلف نتروكوكسايد نتروكوكسايد سيقليل الإنمást لذلك يقليل الكاليسيوم مهم لعملة التقلص التقلص ما سيحدث لأنه يقلل الكاليسيوم و همين سيقللك إذن سواء في إقللك مالكتيرو والماليسين وبالتالي يتقلس يقلل فاش راح يزيد عكس التقلسين و انبصار يعني ديليشن وبالتالي سيحصل عندك فازو ديليشن والفازو ديليشن يؤدي إلى يقللك البريفيوجين للمن للأورغان الميجور أورغان بالضبط انه هو الأعضاء الرئيسية وبالتالي راح يصير عندك هايبوتينجين و ممكن راح يصير عندك شوق وبالتالي انه و ايضا شغلة ثانية انه يتأثر تيومور نيكروسيس فاكتر الفهم من هذا يسويها حيث التفرز الماكروفيج و ايضا من و بعد البرادكاينين هم من يسوي لهذه الشغلة و البرادكاينين يقلل انه يزايد لك النظوحية و البرادكاينين ماخدينه بالباثو بالتفصيل انه راح يزايد لك البرادكاينين راح يزايد لك البرادكاين و يؤدي الى بازو ديليش و ممكن يؤدي الى شوك الممكن راح يحفز الى الكاسكيد الكاسكيد باثوي النظام المتمم مال المتمم مال المتمم خاصة بالبناعم راح يؤدي الى اكتيباشن مالتها وبالتالي يؤدي الى انه افلاميشن و تيشوه دامج افلاميشن و راح يؤدي الى اكتيباشن و راح يؤدي الى اكتيباشن و راح يحفزدك فاكترات مال التخثر اللي هنه بلخص فاكتر 12 XII فاكتر 12 XII اللي يؤدي الى دسمنتد انترافزيكيلر соответبين يعني شنو معناتا معناتا انه راح تبين خطرات تحت جلد اوكي تبين تخطرات طقع او هذي متنثر او هذي لانه سوالك تحفيز تحفيز المن للخطرات او العمليات التخذ وبالتالي ستصبح لديك خطرات صغار وتبينها موجودة تحت الجلد تستطيع ان ترى اوكي هي هاي اللي هي DIC اوكي نأتي علي ما نأتي وقل لك ثرومبوسيز وانتيشيو اسكيميا لانه ممكن السدك توقف لك بشريان والسده و التالي الادود الى اسكيميا وثرومبوسيز ايضا اه اه هناك استقرار بالفاكوسيكيكا اكتيفتي اه في الماكروفيج والبوليكلونال بي سيل اكتيفاشن بي سيل مو تي سيل مهم جدا هذي اذا قلت لك انه يسوي الاكتيفاشن الماكروفيج والتي سيل ستصل غلط لا البي سيل اوكي البي سيل اكتيفاشن لكن ليس تسل المفوسيد النقطة السادة سيقال لك يبقى في التسلطيق الانتبودي سيقال بانتبودي الانتبودي الانتبوض يمكنك ايضا على اندقرا اندقرا بزد الباكتيريا لكن لان اندوطوكسين يبقى ماذا معنى هذا ؟ يقول لك انه الاندوتوكسين يطلع لك من الاندوتوكسين يقول لك انه الاندوتوكسين ممكن تنتج لك نفس التأثيرات هي بكتيريا ممكن تنتج لك نفس التأثيرات يقول لك انه الاندوتوكسين ممكن تنتج لك نفس التأثيرات يقول لك انه الاندوتوكسين ممكن تنتج لك ماكروفايج نجي على الجزء الثاني اللي هو اكزوتوكسين الاكزوتوكسين اقرام بوزيتف ان اقرام ناكتف بكتيريا في الاندوتوكسين يطلعون هذا الاكزوتوكسين الاكزوتوكسين موجود او مخصص عالما على الاقرام ناكتف بكتيريا الاكزوتوكسين هو البارشكلار او مخصص عالما على الاندوتوكسين موجود او مخصص عالما على الاندوتوكسين يقول لك انتشار بالمرض على مستوى الواسع بالجسم وينتقل هذا عن طريق السيستم ميكروت يقول لك مثلا التيتانوس بيسلس التيتانوس بيسلس هذا شنو هذا سبب لي ليجين بالقدم فهذا ممكن ينتقل على الطريق السيستم ميكروت ويسبب لك شنو هذا لك جو لك جو اللي هو سبازم بالمسيطر 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 مصل بالمسيطر مصل الاكزوتوكسين او بولي ببتايد هاي بولي ببتايد هاي بولي ببتايد هاي تتكون من او بولي ببتايد يتكون من او بولي ببتايد او بولي ببتايد واحدة ترتبط بالسيل الممبرين وتتطب الخلية واحدة الثانية مسؤولة عن التوكشك اكتيفيتي واحدة تحضر السم واحدة الطب تشوف المكان الطب و هاي تدور مكان جيد و هاي اوكي والثانية تحضر السم حتى تسوي لك مشاكل الإكزوتوكسين هاي تتوكسين هاي تكون كل شيء مسميه يقولك الفيتال توز تيتانوس توكسين هاي اقل من واحد مايكرو جرام واحد مايكرو اقل من واحد مايكرو هي جرعة قاتلة من السم التيتانوس حسنا لحسن الحظ انه هذا الإكزوتوكسين يحفز لك انه الإكزوتوكسين polypeptides are good are good anti-gene and induce the synthesis رح يحفز لي of the antibody رح يحفز لك انه يسوي لك antibody سهولة anti-toxin anti-toxin والذات التوكسين السهولة اللي هي anti-body اللي حفزتها الاكزوتوكسين ومتالي هذه is useful in the prevention and the treatment of the disease مثل التيتانوس اللي هو القزاز اوكي the toxicity of the polypeptide can be can be neutralized التوكسيسة السمية مع البوليبتايت اقدر عادلها when they treated with the formal formaldehyl or acid or heat as these toxicoids what toxicoids are used in the protective in the protective vaccine because they retain their anti-genistate they can protect the toxicoids protective and the bacterial exotoxin protective vaccine because they can retain anti-genistate 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 uan and enterotoxin is and meserenus exotoxin are exotoxin so neurotoxin neurotoxin euoro neurotoxin dephtereatoxin neurotoxin انه الاكشى المالتها سيكون خلال النيورونال باثوي التيتانوس توكسين نأتي على اول واحد عندك تيتانوس توكسين الدفتيريو توكسين والبوتولايم توكسين كلها عن طريق النيورونال باثوي التيتانوس توكسين تتوكسين من الطلعة الكوليستريديوم تيتاني نيورو توكسين نيورو توكسين إلي هي are that prevent that prevent the release of the inhibitor نيورو ترانس فيدر غلايسين أوكي هذا شنو هذا يقل لك إنه هذا التيتاناس توكسين اللي هو من تفرزه الكوليستري إدم تيتاني فهذا نيورو توكسين راح يمنح لك إفراز المثبت للعازل عصبي أو اللي هو prevent release of the inhibitory Neurotransmitter اللي هو اللي هو اللي هي وبالتالي يؤدي لها مصر سبازم لأن ما كوشي وقف إنه هذا راح تستمر تستمر حد ما تسكت يصير بها سبازل أوكي لأنه ما صار عندي إفراز اللي هو inhibitory Neurotransmitter اللي هو صار ب تيتاني أو titanus toxin ًا أحيضًا أحيضًا ً تيتانوسطوكسين التي هو التيتانوسبازي سبازمين إنه يجتمل على 2 بولبمتائي سبيونيات كفية والدن كفية ودن الكفية والدن الأصباح أحياء جلازات مع النقلية في الانتصال وعنع ترتبط بالنقلية مع النيورون وعلى الهدف الأول هو الهدف هذا يرتبط بالجاندليوصيد مع النيورون والجزء الثاني اللي هو التوكسي 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 تتوكسي تتوكسي من البرفلال وان وانه تترانسبت لنهو ممكن عن طريق انهو عن طريق جرح وهذه لكنه ينتقل عن طريق الى نيورون اسبان الكورد عن طريق الاكزون والترانسبورد او عن طريق الدم ينتقل الى العصاب وفي العصاب يساوي لك الانهيبتري 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 يمنع افرازه ويعدي الى مصر اسبازه ولكنه هنا هذه نمع افرازه الانهيبتر الانهيبتري انه خداق والانه ترامل اللي هي تفرزها من هي تفرزها الكورن البكتريا الدفتيرويد سنتهزها بأنه سنجل بولي بيبتايد هناك كان جدا كانت 2 بولي بيبتايد هناك كان سنجل بولي بيبتايد مع 2 sub-functional domains أنه 1 domain أنه مديدت ببينيق لتوكسين سيل ممبرين الريسепتر والثانية the other domain possess the enzymatic activity and inhibit the protein synthesis in all e-caryotic cells الأول يعمل على السيل ممبرين على الإنزيم حتى أنه bind the toxin بالسيل ممبرين الشغلة الثانية اللي هو الدومين الثاني يعمل على enzymatic activity وإنهبت للبروتين synthesis بالall e-caryotic cells the enzyme activity high potent كلش عالي وكلش قوي the single molecule can kill can kill the cell within a few hours إنه جزائي واحدة قادرة تقتل خلية بغضون ساحات قليلة ecoli fibrachlorine bortadilla 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 هذا الشغلة بنفس الطريقة نجي على النوع الثالث اللي هو bortadilla 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 c-bortadilla bortadilla 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 ويغل آمل بطر علينا بالحماية Wir 얼be H SI Why We getting لا ارادية ولا غير ارادية كلها تنسد نحصل على الانتيروتوكسين خلصنا الانتيروتوكسين كلها عصبية هنا يمنع البروتين وهنا عندي نوع يمنع لك كلها تنسد انتيروتوكسين تنسل انتيروتوكسين تشترع على ميكوزة التقرير تقوم بتطرابات بالقناة الهضمية مثلا اشتراك ايكولاي وسببها السبب لي الاسهال اوكي عندك زين حسا عندك الايكولاي انتيروتوكسين تو تايبز عندك تو تايبز عندك الهيت ستيبل وعندك وحده هيت ليبل وهيت ستيبل وحده تتحمل حرارة وحده ما تتحمل حرارة زين حسا راح نسولف على اللي تتحمل الحرارة هيت ليبل توكسين هو اذا ما تتحمل en't Created Out yellow At درجة حرارة 65 لمدة 30 دقيقة INACTIVATION AT 65HC in 30 min استقبت من 2 domain واحدة ترتبط c u y y و و الثانية انه ActiveComponent ago une John McCreter .. انه هان ان الجزء هان مو بها 2 domain الجزء يرتبط ك season جزء الثاني هو الجزء الفعال وين راح يرتبط او مو راح يتبط راح يسوي لي تخليق المن للسي اي اي ام بي سي سايكلك اي اي ادينوسين ام مونو اف بي فوسفات وبالتالي راح يسوي لي سنتزز تصنيع المن للسايكلك ادينو ادينوسين مونو فوسفات بالسمول انتستان وبالتالي هذا من زياده راح يزيد تركيزه جديد الكونستريكشن مع ال سي اي ام بي اللي وسائكلك ادينوسين مونو فوسفات وبالتالي هذا ابرومات راح هذا من يطلع او زاء التركيزين راح يطلع لك منه يطلع لك يطلع لك الكلورايد وبالتالي ابرومات ذا سي اي اي اون اكسكريشن ويمنع لك الامتصاص ماله منه ماله الصوديون كلورايد برا يطلع زياده، ويمنع لي الابسوربش ماله منه ماله الصوديون اكسكريشن اوب thi كلورايد ايون ونهيب الإشعار مغالية الصاديوم و بالتالي الصاديوم سيبقى بدون امتصاص أو يقلل امتصاص مالته و بالتالي الامتصاص يجب بيام مايي وبالتالي فلويد و الأكثر ألاعيث أنه ستكون تسقط إلى الحياة الهيومين ستتنفقد إلما للبطانة و بالتالي سيكون القوام خفيفة خفيفة و هاي سهولة الديارية اللي هو الاسهال هاده رح يصنع عندك الديارية اسهال نجي على الهتس تايبل شراك كولاي تكون يصر الهتس بيط عن طريق الغليان لمدة 30 دقيقة هاده شلون هاده نوع الثاني استيميليت القوانولات ساكليز القوانولات ساكليز رح يزيد لك التركيز مال من مال الساكليك اقوانوسين مونوفوسفايت اللي هو C GMP ساكليك اقوانوسين مونوفوسفايت هاده زاد التركيز مال تليش لانه اجل العزيز اللي هو الهتس تايبل توكسين موجود بالشراك كولاي ساكلي ساكليه ساكليه لقوانولات ساكليز حفز الهتس تركيز لقوانوسين مونوفوسفايت ساكليك لقوانوسين مونوفوسفايت هاده شلون ساكليه 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 منع المتصاص ساكليه ساكليه بلحفوة ساكليه ان يجد إيج ساكليه اور هاده ان يجد ان يجد الهتس تايبل ان يجد ان يجد ان يجد عام هما جدا الـ CAMP اللي يحفزها الـ Label الـ CAMP اللي هي Cyclic Adenosine Monophosphate واللي حفزها الـ Stable اللي هو منه هو Cyclic Adenosine Monophosphate وبالتالي These genes for poor toxin are carried on the plasmid حسنا حملة plasmid The anterior toxin produced by the diarrhea causing the organism The anterior produced by the diarrhea causing the organism أو الكاعنات السبب لي diarrhea Okay Vibrochlorine Bacillus crisis تشتغل أيضا بنفس الطريقة اللي تشتغل بها الـ Hate Label ركز على ها كلمة مهمة جدا إنه تشتغل بنفس الطريقة مع الـ Hate Label ومو لها تستعيبو خليها ببعلك مهمة جدا هذه الملاحظة ولهنا نشكر لحسن استماعكم وتنتي المحاضرة الثالثة وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر